بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم وحمد الله وبركاته معكم عبد المجيب من قناة عرب جنو لينكس وحلقة جديدة من وش من جديد في وش من جديد متعودين أن نتكلم لكم عن حاجات اخبار طريفة جدا عن جنو لينكس وعن بعض الاستخدامات الجديدة التي استخدمتها يعني من جارة مشاركة معرفة طبعاً أنا انقطعت عن قناة الفترة الأخيرة بسبب ظروف دراسية وبسبب أنه صار لظروف عمل سفرت فترة وبرجع سافرت طبعاً بالسبوع هذا فأعتقد إلى أكتوبر أنا وضعي مش مستقر فأكون في سفر كثير ولكن مو بين المشكلة ولا بين الموضوع عادي جداً ظروف عمل عادية ولكن صار لثمانس سنوات أتجلس بالجامعة والعند خرجت من الجامعة طبعاً تخرج رتبة ثمانس سنوات أتجلت في الجامعة طبعاً أسوأ أيام حيات زفت بعض الناس يقول لك أيام الجامعة طلع قلوب حب طبعاً قلب حب أيام الجامعة أيام الجامعة لا يا شيخ أيام الجامعة زفت الله لا يعيدة كادي قاعدين ذاكر وندرس وتفراعين لدكاتريف أ حسن شيء بدون دراسة عموماً خلصنا حال الحمد اسفل لا يوجد دراسة على دراسة امتصاد مصاحفة ولكن خلونا من الدراسة على الجامعة و خلصنا على خير طبعاً تخرج عميد من فضل رس عارف عارف نازل على كايدي اي 5 على حجات تلك الكايين نظراً لأني تابع أخبار KDE كثير ولكن أبي تنزل عارتينكس حتى نستخدمها يومي مين ثلاثة أسبوع شار وبعدين نسوي له مراجعة لأشياء الجديدة ما حاب بني أجيب خبر وكلام فارغ وحطوا وتسلوا ويقول لكم هذا الإصطار لا، حاب استخدامها استخدام فعلي وعلمكم وش الموضوع فقعد ننتظرها أيضاً قاعد أفكر أن أنتقل من Debian كالسيرفور أنا استخدم Debian كالسيرفور إلى SynthOS حاب أخذ بعض الفكار عن SynthOS أكثر طبعاً استخدامه من SynthOS كان بسيط جداً ومعرفتي كله في SynthOS عبارة عن معرفة مشتقة من فيدورا نظراً نستخدم فيدورا فSynthOS طبعاً نظراً معروف، توزيعة كبيرة اللي حاب يتحرف على الردهات أكثر أو حاب يأخذ شهادة ردهات أنا مفكر أخذ شهادة ردهات لأن مجال عام اللي لا علاقة بال... ممكن أخذ شهادة ردهات ولكن أحاب أن أتعلم أكثر عن SynthOS سنتOS طبعاً توزيعها موجودة بأغلب شركات الإصدافة العالمية تستخدم SynthOS نظراً لقربة من الردهات طبعاً والردهات معروفة في توزيع التجارية وتحصل فيها بعض الأشياء القوية فأحاب أستخدم SynthOS وجربها كسيرفور طبعاً ما أعتقد أن راح أستقر عليه ولكن ممكن شهر شهرين وبعدين أرجع الدبيان الخبر اللي معنا اليوم عبارة عن خبر مضحك أنتم سمعتوا يمكن عن الاختلاق اللي صار للحسابات آي كلاود لبعض الممثلين المشاهير بأمريكا فالممثلين هذة متضايقين لأن فنات خلت لهم صور شخصية وهم يعني لابسين من غير هدوم ماشي من الآخر يعني فانشاروا الصور هذي طبعاً ما أعرف لماذا متضايقين لأن الفنانات هذول اللي من قلت نصورهم عبارة عن فناتها أساساً عريقانيات فنانة فاسقة يعني لابسة سلك زيد سيدا بالشكل هذا لابسته سلك وتعتقد أنها متسترة ومتحشمة فالي صار ما فيه إنه فيه سلك لابسته طلعت صوره بدون سلك يعني يعني أنت عبارة عن مرأة عارية أصلاً كلك ولابسة سلك هنا وسلك تحت لما تشلين السلك هذي شي بيفرق يعني واحد ملي فهم الضايقين عشان الواحد ملي هذا اللي راح ما أنت عريانة كل عمرك يا شيخة عموماً أنا وبهذا الخبر ولا هم من أساساً دائماً تجي خبر اختلاق ولا موضوع أنه أبل قوية أو أبل مبقوية وحماية كل حماية معرضة الاختلاق معروفة الشهادة ولكن المضحك أنه قناة NBC الـN وليس الـM الـNBC العربية لا NBC أعتقد شبكة أخبار أمريكية تمام أنه جابت الخبر وحطت ابونتو كنظام هاكرز وحطت شاشة التيرمينال أوكي وأسطر كذا أعتقد أنه يستخدموا أو 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 nak après ويستخدمون ابونتو كذلك داخل أبل ماكنتو فامل نحن داخل يتضاق وبصدرت ثلاثة يعني يعرف أنها تعرف واحد من العصر الجاهلي وبعدين تجي تطلع جوال عنده تقول له انظر هنا بعض الجواري ينهبل فنفس الكلام يعني انه هذا اللي صار انه جابه لبنتو حتوقع تصورونه هذا نظام هوكوس بالنتاج موضحك جدا اللي صار جدا مصخرة طبعا لبنتو اكتر من مرة يصدونه موقف محرج يعني تحط نفسه مواقف بيخة دائم فعموما طلعوا لبنتو على اساس نظام هاكرز وستاذا طبعا زي ما قلتلكم هذا دائمان يحلمون الناس انه لينيكس نظام هاكرز لينيكس او قنو لينيكس نظام هاكرز ممكن تستخدم على كيفك استخدمات شخصية شخصيا استخدموا طباعة المستندات وتسجيل الدروس وحادي وتعلم بي ايش بي وتعلم ماي سكويل ويندا وانه ما في شي جديد يعني نظام عادي ولكن سبب استخدامه استوفر الادوات اللي موجودة طبعا ولانه اساسا انت عشان تتعامل مع سرر ثاني وانت عندك معلمات على لينيكس بيكون موضوعك اسهل لان اغلب الخوادم الموجودة على الانترنت عبارة عن خوادم قنو لينيكس او يونيكس او يعني واحد منهم عموما يونيكس و لينيكس سيم هذا الخبر اللي صار انتهى لتحلقة اليوم خلاصة الحديث انقطعت وممكن ما ارجع لبا اكتوبر بعد الفيديو هذا الله اعلم ولكن حبيت احضر عنديكم خبر الناس اسألات وارسلت وكذا وإلى آخرة شكرا لكم الناس اللي عنده دروس وستفسارات علينا ولاشي اصبروا شوي بس ارجع وصور متفرغ وانشالا اضبط موضوع الحلقات الدروس تمام ابنتو احطوا موقف محرج مع الاختلاق يعني من الاخر انت خيل شكلك انت جاي يعني متروش يعني ما عليك اللي شورت تم يمسكولك ناشا قتون يصورونك هذا اللي صار فهمين غلط فهمين انك جاي مكان ذاني هذا اللي صار فهمين ابنتو غلط هم احرجوا ابنتو صراحة مع ان ابنتو وكبيرهم والذي علمهم السعر يعني مبني عليها الباكتراك الباكتراك تفزيعا مو بسهلة انتهت درسنا لهذا اليوم تشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة اتمنى انكم استمتعتوا واستفدتوا مع السلامة